يا صباح الإحسان معكم محمد إبراهيم والنهاردة هنتكلم عن الهدوء وبالطريدك عمرك ما دخلت في جدال لبزي مع حد ولما عدت كده بعد الجدال وهديت لاحظت اني كان في ردود أفضل من اللي انت قلتها وزعلت قوي انك مقلتش ده عمرك اتفرجتها على فيلم اكشن في مارتشال ارت اللي هي فنون القتال مثلا لبطل بروسلي او جاكيشان او جيت لي او فاندام او غيرهم كتير ويحدث الكليشيه المعروف اللي في كل الأفلام اللي في آخر الفيلم بيحصل المباراة الحاسمة بين البطل اللي هو جاكيشان او فاندام وبين اكثر واحد شرير في الفيلم ويبتدي الصراع بان الشرير بيضرب البطل في بداية المباراة لغاية ما يخليه جيب دم ويكسره وفي الآخر خالص البطل هو اللي بيكسب لكن عمرك لاحظت لو ركزت هتلاقي دايما الشرير وهو بيدرب بيدرب بعنف وبدون تركيز مع عجرفة وكل ما يدرب دربة يبقى اشد قوة وعيز ياخد حقه بسرعة في حين البطل اللي هو فاندام ولا جاكيشان حتى لو هو بيدرب بيرجع بعد الدربة بمنته الهدوء بيعمل حركات الكورفو او القراطيه اللي هي فيها صفاق ذهني وهدوء وجميع التركيز ازاي واحد في صراع ومفروض يبقى شادة اعصابه وشادة بعضلاته وجاهز للصراع بيعمل حركات كلها هدوء وتركيز ويعني كأنه بيفتجم على الشاطئ مثلا السر الجوهاري لاتخاذ افضل القرارات هو الهدوء الهدوء وحط 1000 خطه تحت كلمة الهدوء الموبايل لو انت خذته مرة ومسافر مثلا السخنة هتقضي لك يومين ولا ثلاثة ونسيت الشاحن في البيت والموبايل مثلا 60% على طول بتعمل التوفر البطارية وابتدغاض عن رفاهية الموبايل مثل الواتساب وفيسبوك وغيره في سبيل ان الموبايل يرجع مثل موبايل نقيا 1100 قابل يستقبل مكالمات ويعمل مكالمات لان هذا الهدف الرئيسي من الموبايل وبتلاقي نفسك اولا بتعمل Ultra Battery Saver ان الموبايل كان 60% واللي كان ممكن هو دوم واحد يقول لك صالح للمكالمات لمدة 40 ولا 50 ساعة استخدام فعلي انما لو سبتم بدون استخدام ممكن يبقى اكتر من كده الانسان بالضبط عامل زي الموبايل الانسان بالضبط عامل زي الموبايل لما بينام بادري وبيبقى نايم كويس وبيصحى بدري بيبقى كأنه شحن البطارية بتاعته واصبحت 100% لو نام متأخر صهران وصحي بدري هيبقى كأنه 60-50% الهدف للانسان الناجح اللي عايزه وصله ايه؟ هو انجاز اكبر مهام ممكنة باقل مجهود ممكن مرة تانية انجاز اكتر عدد ممكن من المهام باقل مجهود ممكن انت عمرك شفت رئيس جامعة او عميد كلية او دكتور او جراح كتير الكلام او بيتم اثارته بادفه الامور او بادفه الاسباب اكيد لا الانسان الناجح بشكل عام رئيس جامعة او عميد او دكتور هتلاقي دائما تقيل هادي محافظ على بطاريته حريص انه هو انا معي 100% ودلوقتي بتبتدي تقلي تدريجيا فبالدكائي اخلاها تقلي ببطء وانا بنجز بسرعة عمرك ما هتلاقي انسان بيصار بسرعة ونجح انما هتلاقي ما احترامي كل الناس الناس اللي هي مستويات متدنية جدا او يعني ما عندهاش مستوى ثقافي او اجتماعي جيد هتلاقيها ممكن تتخنق اللي ادفع الامور وادفع الاسباب ده لما انهم ما عندهمش الثقل الثقافي والوعي الكافي بهذا ثر بطاريته لذلك الست والدتك الحكمة اللي بتقول هلك انت رايح تخطبه هي بتقولك خليك تقيل مش خفيف دي حكمة لها مغزة كبيرة دي مش بس انها بتبين انك انسان وقور وهادي لا بتبين انك انسان محدد اهدافك رازين تقيل فاهم انت عايز ايه مش بتمزل مجهود كبيرة على الفاضي بتركيز انت عايز تعمل ايه بتصيب الهدف يلا في مثل انجليزي بيقول ايه اضرب المصمار على راسه عشان بالضبط يتم افضل انجاز مجهود في نهاية الفيديو نصيحتي لك بتتكون من هذه الجملة لا تفسد بطاريتك بادفع الامور انجز اكبر عدد ممكن من المهام وانت هذه نام بدري اصحى بدري اليوم اللي واربع عشرين ساعة ونمت ست ساعات انت كده ربع حياتك انت كنت ميت فيها ما هو ان النوم ده الموت المؤقت لو ست ساعات نايمهم انت ربع حياتك ما عاشتهاش يعني وليكن هتعيش تمانين سنة عشرين سنة منهم انت ما عاشتههمش في النوم ده ده في حالة انك نمت ست ساعات بشكل دائم ومنتظر فيه ناس بتنام اكتر من كده فحاول تنام بسرعة نام بسرعة هتدور على الناس انك حين مؤسسين ابل او او امازن او الي بابا او غيرهم كلهم بيصحوا بدري بينجزوا بسرعة وبهدوء بينجزوا بسرعة وبهدوء نفسي الخلاصة من الفيديو ده انت لما بتصحى بدري بطاريتك مية في المية ما تستنفذهاش بسرعة واستنفذها بحكمة وبهدوء وبروية ودايما ايه ده يا اللهم اشرح ليه صدري وخليك متقبل الاخر خليك عامل زي الاستامبا اللي هي بينصاهر فيها الاشياء تاخد شكلها الاستامبا دي لازم تكون بتتقبل حرارة الشيء اللي هينصب فيها واكتر عشان لو كانت ما تتقبلش زي درجة الحرارة ستنصاهر هي الاخرى فخليك زي القالب قوي يقبل اي شيء ساخن او حار داخله ويشكله بشكله لو لسه متابع معي الفيديو الغيس دلقتي كان معكم محمد ابراهيم وما تنسانيش في اللايك ولكومنت والشير ولو ما عملتش اشتراك في اول الفيديو في قناتي يا ريت فضلا ولايس اغامر انت باشتراك دلقتي حالا في قناتي وجميع ما اللي فاتت في ستوشال فيديو كلها متواجدة في وصف هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة